في شيء اتعلمناه دايما انه في الحرب بقوله دايما اعرف عدوك طيب احنا بدنا نتعرف على الاعداء ومين من حارب بفتكر يا اسيس نزار ايام كان هناك حرب طويلة شوية بين في مصر وبعدين افتكر كنا في المدرسة في الوقت ده من سنة سبعة وستين لغاية تلاتة وسبعين كان دايما يعلقوا لافتات كده هو اعرف عدوك عندما تعرف عدوك تستطيع ان تنتصر عندما لا تعرف عدوك الشخص مزوع انا اتكلم عن اربع عداء رئيسيين العدو الاول لما يتكلم هنا هو في افس الستة اتناشر فيقول الاية اللي لسه ذكرتها من اللحظات فان مصرعاتنا ليست مع دم ولحم بل مع الصلاطين مع ولاية العالم على ظلمة مع الرؤساء مع الصلاطين مع ولاية هذا العالم على ظلمة هذا الدهر مع اجناد الشر الروحية في السماويات فاحنا هنا واضح تماما انه جهاد المسيحي والحرب الروحية هي ليست ضد البشر نحن لا نحارب البشر لا يوجد خصم لنا من البشر الى درجة الرب يسوع قال احب اعداءكم تمام وهذا الشخص الذي يعاديني من البشر هو ضحية هو مستخدم من ابليس هو مسكين لانه لم يستفيق من فخ ابليس اذ قد اقتنسه لاراداته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة